السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني لو اول مرة تشوفوا قناتي انا اماني بقدم وصفات صحية محسبة الصعرات الحرارية لكل انواع الدايت وكمان معانا وصفات للكيتو دايت والمرض السكري هنقدم النهاردة خبز الصحي جميل جدا خبز الرشاقة والنحافة لان هو مشبه غني بالالياف هنعمله من غير اي نوع دقيق وكمان من غير سليم ومن غير مواد دهنية طعمه جميل جدا ومشبه مناسب للدايت العادي وللكيتو دايت واللو كرب وكمان مناسب لمرض السكري ومقاومة الانسلين وطبعا مناسب لمرض حساسية الجلوتين شايفين الخبز الجميل ده يلا بينا نشوف طريقة العمل انا هعمل الوصفة دي من الحمص معايا كوب عياري مليان من الحمص ده حمص مسلوق بالمية بس بنصفي كويس من المية ونستعمله ومش لازم ابدا ان احنا نقشره انا هستعمله بالاشر بتاعه بالنسبة للكيتو دايت بنستعمل بدل الحمص الترمس ونمشي على نفس الوصفة بالزبط وطبعا بنستعمل ترمس يكون حلو ومش مر يكون مسلوق برضه بالمية بس هنضيف عليه دلوقتي بيضة واحدة كبيرة وهنضيف كمان نص كوب من الحليب انا استعملت حليب كامل الدسم ممكن تستعمله اي نوع حليب وبالنسبة لحساسية الالبان ممكن ما يحطوش حليب ويحطو نص كوب من المية مفيش اي مشكلة بعد كده هنحط دلوقتي تقريبا نص معلقة صغيرة من الملح وكمان نص معلقة صغيرة من الخل الابيض واشغل بقى دلوقتي الهاند بلندر كده لغاية لما يتفرمه ناعم ممكن نحط الحاجات دي في الخلاط اهم حاجة بس ان احنا نحاول نفرم الحمص كويس زي ما هنشوف دلوقتي بيكون معانا الخليط سائل كده خلاص كده بيكون جاهز معانا دلوقتي بقى انا هحط المادة الجافة اللي انا هستعملها انا هستعمل في الوصفة مطحون السمسم هنحط دلوقتي بمعيار المعلقة الكبيرة المعلقة القياسية تلات معالق كبار مليانين من السمسم المطحون البديل بتاعه ممكن تبدله بالشفان ده بالنسبة للضيط العادي بعد كده هنحط معلقتين كبار من مطحون بزر الكتان انا هستعمل بزر الكتان الدهبي ممكن تستعمله العادي مفيش اي مشكلة حطيت معلقتين كبار يعني هنحط ثلاث معالق كبار من مطحون السمسم معلقتين كبار من بيزل كتان المطحون وبعد كده حطيت معلقة صغيرة من البيكنج بودر هنقلب بقى دلوقتي الحاجات دي مع بعض لان السمسم وكمان بيزل كتان هيمتص السوائل الموجودة في العجينة فهيكون معانا القوام سائل لكن تقل بالشكل ده وكل ما هنسيبه كل ما هيتقل شوية دلوقتي بقى يلا بينا نجهز الخبز بتاعنا جبت بقى دلوقتي كيس حلواني كده علشان يبقى سهل ان انا حطه في القوالب ايه وقع حط بقى دلوقتي الخليط بيكون معانا القوام بالشكل ده طبعا انا سبتت الكيس كده في كباية علشان اعرف حط الخليط ودلوقتي بقى يلا بينا نحضر الخبز شايفين القوام بتاع العجينة بيكون معانا بالشكل ده خلاص كده بيكون جاهز معانا دلوقتي بقى يلا بينا نحضر الخبز انا هعمل الخبز ده في القالب بتاعه اللي هو بتاع الدونتس ممكن ان انتم تعملوه في اي قالب عندكم او حتى ممكن تعملوه على شكل فطاير زي ما تحبه يعني فطاير كده في الطاصة مفيش مشكلة او حتى كمان ممكن تحطوه في قالب كبير وتعملوه خبز حجمه كبير برضو زي ما تحبه لكن انا حابة ان انا اقدمه بالشكل ده فجبت بقى دلوقتي القالب اللي هو القالب بتاع الدونتس ده ودهانت كده الفتحات بتاعته بمسحة بسيطة من زيت الزتون او اي مادة دهنية ده علشان يكون سهل علينا ان احنا نطلع الخبز دلوقتي بقى هبدأ احط الخليط بيكون معانا بالقوام ده وزي ما قلت مش لازم ابدا تعملوا الشكل بتاع الخبز زي ما بعمل دلوقتي عندكم حرية الاختيار في اي قلب متاح عندكم وممكن كمان انتم تعملوا في قلب كبير مرة واحدة واتدخلوا الفرن دلوقتي هبدأ بقى احط الخليط بتاع الخبز بيكون معانا تقيل بالشكل ده كده نحاول يعني ان احنا نوزعه بالطريقة دي واسهل حاجة طبعا ان احنا نحطه في كيس حلوان زي ما بعمل كده لكن لو ما فيش عندكم حطه بالمعلقة عادي يعني المناسبة عندكم استعملوا هبدأ بقى دلوقتي املى القلب بالشكل ده كده طبعا لو فيه اي جزء من الحمص متهرش كويس عادي يعني ما فيش اي مشكلة خلاص كده بعد ما حطيت الخليط بيكون معانا بقى جايز دلوقتي ان احنا نزينا بس قبل اي حاجة هنعمل خطوة مهمة جدا ان احنا هنمسك بقى دلوقتي الصينية دي ونخبطها على الرخامة كده علشان الخليط تتوزع معانا كويس وبعد كده هنبدأ نزينا الخبز زينا الخبز بقى باي حاجة انتوا عايزنا انا هحط على الوش شوية بسيط كده من السمسن يعني التزيين ده حسب الرغبة وهحط كمان شوية بسيط كده من دقة الزعتر وده برضو اختياري ودقة الزعتر يا جماعة بتتبع جاهزة عند العطار هحط رشة بسيطة كده من دقة الزعتر يعني حط الطعم اللي تحبه ممكن تخلوه سادة يعني زي ما تحبه هحط رشة بسيطة كده من دقة الزعتر وخلاص كده بيكون جاهز معانا بقى دلوقتي الخبز ان هو يدخل الفرن طبعا بنكون مشغالين الفرن كويس قبلها عشان يكون سخن قبل ما ندخل الصينية هاخد بقى دلوقتي الصينية دي ودخلها الفرن بتدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن بيدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن بيقعد 30 دقيقة بالزبط او طبعا لغاية لما حجمه يتضاعف ويبدأ يسيب القلب بالشكل ده يبقى هو كده خلاص استوى بعد كده بنشغل الشواية علشان نحمر الوش بتاعه بيدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط بيقعد 30 دقيقة لغاية لما يتحمر من الجوانب كده وبعد كده بنشغل الشواية علشان نحمر الوش بتاعه وبيطلع معانا بقى بالشكل التحفة اللي هنشوفه دلوقتي شايفين ما شاء الله جميل جدا ومتحمر هنسيبه بقى لغاية لما يبرد خالص وبعد كده هنبدأ نطلعه من الأوالب وده شكله معايا بعد ما سبته برد خالص بيكون معانا بالشكل التحفة ده شايفين ما شاء الله جميل جدا ومتماسك هنبدأ بقى دلوقتي نطلعه بالراحة كده واخدوا بالكم علشان ما يتقصرش منكم بيكون معانا بالشكل التحفة ده اهم حاجة ان احنا نستنى لغاية لما يبرد خالص عشان يطلع معاكو الخبز متماسك ولو هتحطوه في صنية كبيرة ممكن تشكلوه بعد كده ان انتوا تقطعوه كده زي ما انتوا عايزين الحاجة هطلع بقى دلوقتي كمية الخبز كلها واهم حاجة بقرر استنوا لغاية لما يبرد خالص عشان ما يتقصرش منكم بيكون معانا بقى بالشكل التحفة ده شايفين ما شاء الله جميل جدا وانا قدمت بطريقة بسيطة كده ما عجبنا وشوية زتون وشاي بجد طعمه حلو قوي واحلى حاجة ان هو غانب الالياف يعني مشبح جدا وطعمه بجد رهيب ان شاء الله الوصفة ده هتعجبك قوي هنشوف بعد الوقتي واحدة كده من الخبز شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي وهنفتحها برضو عشان تشوفوا قد ايه هي متمسكة وكمان مستوية وان شاء الله طعمها يعجبكو طبعا طعم الحمص مفيش عليه اختلاف طعمه جميل جدا واحلى حاجة ان هو غانب الالياف فهيديكو فترة من الشبع طويلة قوي هسيبكو بقى دلوقتي تتفرجوا على الفيديو كده وقلوكو السعرات الحرارية للوصفة بتاعتنا سعرات الحرارية للكمية كلها احنا عملنا 6 من الخبز بالحجم المتوسط ده الكمية كلها سعراتها 600 سعر حراري تقريبا عملنا 6 من الخبز بالحجم المتوسط ده هتكون الخبزة كاملة او الخبزة على بعضه كده السعرات بتاعته 100 سعر حراري تقريبا يعني ممكن ناكل واحد او اتنين او على حسب سعراتكو اليومية الوصفة سهلة وطعمه جميل جدا ومشبه قوي قوي اوعى تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية